أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مونجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بمدينة نيو ديلهي وصراحة متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي نيراند رامودي الذي تتولى بلاده الرئاسة حاليا للمجموعة وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق وكذلك العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والإفريقية على وجه الخصوص لسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيصير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف كما سيؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تقديم المساندة الفاعلة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة فضلا عن ضرورة الالتزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والأليات الدولية لمواجهة تغير المناخ وتمكن الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند سيتضمن أيضا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين وذلك للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية التي تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الوزرية للعدالة الاجتماعية بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين وخلال الاجتماع استعرض مدبولي ما أنجزته الدولة في الفترة الأخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة حيث أوضحت الأرقام زيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات وكذلك برامج الدعم التمويني وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة بشرت تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج أن واشنطن تجري إعادة تموضع لجزء من تواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أجاديز الواقعة إلى الشمال من العاصمة النجرية وأضافت سينج أنه ليس هناك أي تهديد حالي للموظفين أو أعمال عنف على الأرض مشددة على أن الخطوة مجرد إجراء احترازية أعلنت كوريا الشمالية أنها صنعت غواصة نموية تكتيكية هجومية في إطار جهودها لتعزيز قواتها البحرية وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ترأس مراسم الكشف عن الغواصة الجديدة وأضافت الوكالة أن كيم أكد أن الغواصة جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النموي للبحرية في المستقبل أعلنت إسبانيا أن الرئيس الوزرائيها بيدرو سانشيز ألغى مشاركته في قمة مجموعة العشرين في الهند بسبب إصابته بفيروس كورونا وقالت الحكومة الإسبانية في بيان أن الرئيس الوزراء قضع لفحص كورونا الإلزامي للمشاركة في مجموعة قمة العشرين وقد أدت النتيجة إيجابية وأضاف البيان أنه بحالة جيدة وسيواصل العمل من المنزل وبحسب البيان فإن إسبانيا ستمثل في مجموعة العشرين بكل من وزير الخارجية ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد أطلقت الحكومة الكندية تحقيقا رسميا عاما في تدخل جهات أجنبية في مؤسستها الانتخابية والديمقراطية وقالت الحكومة في بيان أن لجنة التحقيق ستترأسها القضية في محكمة الاستئناف كيبيك ماريخ وسي هوغ أعتبارا من الثامن عشر من سبتمبر ألغاري وقال وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي إنه سيتم تكليف القضية هوغ بدراسة وتقييم تدخل الصين وروسيا وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية أخرى من أجل تأكيد نزهة الانتخابات العامة لعامي 2019 و2021 اشتركوا في القناة